زخم الاحتجاجات في الجزائر بعد 38 اسبوع من المظاهرات لم يتراجع فالجزائريون مصرون على مطالبهم واهمها القطيعة التامة مع النظام السابق بتحييد رموزه من المشهد السياسي المحتجون الذين يقاربوا حراكهم على انهاء شهره العاشر لم يجدوا ان مطالبهم قد تحققت على ارض الواقع فالرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح سبق وتبوأ مراكز حساسة زمان بوتفليقة حيث ترأس مجلس الامة ورئيس الوزراء نور الدين بدوي كان وزير داخلية بوتفليقة وكذلك اخرون الحراك وان تجاوز هذه الشخصيات باعتبار انها فترة انتقالية تسبق الانتخابات الا انه لم يقبل بالقائمة التي ترحتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية المكونة من خمسة اسماء ستتنافس على منصب الرئيس في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل ففي هذه القائمة رئيس وزراء سابقان هما عبدالمجيد تبون وعلي بن فليس ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي ووزير السياحة السابق عبدالقادر بن جرينا وعبدالعزيز بالعيد رئيس حزب الجبهة المستقبل بمعنى ان النظام يعيد تدوير نفسه او استنساخ وجوهه مع العلم ان الاسماء المترشحة منطقات من بين ثلاثة وعشرين متقدما للترشح فهل خلت جزائر من شخصيات وطنية قادرة على القيادة من جيل اخر هذه القائمة اضافت لمخاوف المتظاهرين سببا اخر فهم يخشون من اشراف نفس الوجوه على الانتخابات التي يرون انهم زوروها من قبل لصالح نظام بتفليقة لاكثر من عشرين عاما وهو ما يعني بالنسبة للحراك الشعبي ان الجزائريين وان انتخبوا فخياراتهم محصورة برجال اهد مضى